السلام عليكم يعطيكم العافية أنا الأستاذ نور إدريس إن شاء الله اليوم رح نحكي عن درس العلامة المعيارية لطلاب التوجيه الأدبي بداية درس العلامة المعيارية درس كثير سهل وبسيط بالنسبة إنه في عنا قانون للعلامة المعيارية بداية العلامة المعيارية بنرمزلها بالرمز زين القانون للعلامة المعيارية بحكي لنا زين بتساوي سين ناقص سين بار أو سين شحطة على عين بحيث انه زين هي بالنسبة انه رمز العلام المعيارية السين اللي هي العلام الأصلية أو الفعلية السين اللي فوقها شحطة سين بار بتمثلنه الوسط الحسابي عين بالنسبة انه هي عبارة عن الانحراف المعياري بداية هذا القانون اللي رح نستخدمه في حال كل المسائل المتعلقة في درس العلامة المعيارية عين بالنسبة انه زين وسين وسين فتحة وعين أربع مجاهيل ممكن يعطينا أي ثلاث ويطلب منا الرابعة في السؤال نشوف كيف نستخدم قانون العلامة المعيارية اللي هو زين في حل الأمثلة والمسائل الموجودة عنا بداية في المثال الأول بحكيلي إذا كان الوسط الحسابي لعلامات طلاب صفي في اختبار الرياضيات 75 بداية هو قيلنا الوسط الحسابي اللي هي بالنسبة لنا اللي هي بتمثلي سين شحطة زي ما حكينا سين بار أو سين شحطة بتمثلي الوسط الحسابي الوسط الحسابي بالسؤال ما عطينا يا قيمته 5 5 و 70 بحكينا الانحراف المعياري لها 5 الانحراف المعياري اللي هو عبارة عن عين عين بتساوي 5 بقلنا جد العلامة المعيارية العلامة المعيارية المقصود فيها زين للعلامات الآتية معطين العلامة الأولى 70 الثانية 75 الثالثة 80 عندي ثلاث علامات بدي أحسب لكل وحدة فيهم العلامة المعيارية مبدئيا لما تكون العلامة بالنسبة لقيمتها 70 ننظر كيف نحسب العلامة المعيارية لها اتركي وفهم 75 ناقص المتوسط الحسابي 75 على عين اللي هي بالنسبة إنا 5 وتساوي 70 ناقص 75 سالب 5 على 5 الجواب بالنسبة إنا زين قيمته بتطلع سالب 1 سالب 5 على 5 وهيك أنا استخدمت القانون العلامة المعيارية لإيجاد بيمة زين نيجع رقم 2 اللي هي بالنسبة إنا العلامة الثانية 75 أنا بدي أحسب لها العلامة المعيارية باجي بحكي زين بتساوي سين ناقص سين شحطة أو سين بار على عين هذا بالنسبة إنا القانون ويساوي سين 75 ناقص المتوسط الحسابي أو سين بار قيمته 75 هاي معطى من السؤال بتكون على عين بالنسبة إدي 5 فزين بتساوي 75 ناقص 75 صفر على 5 وأي عدد أي صفر على أي عدد قيمته تبقى صفر فبالنسبة إنا زين قيمتها صفر اللي هو بيمثل إلا إعلامه المعيارية للعلامة 75 فقيمتها صفر العلامة الثالثة اللي نوجد لها العلامة المعيارية معطينا إياها الغamiento 50 لما تكون بالنسبة إنا قيمة سين بتساوي 80 سين ناقص سين بار سين شه تح سين بالنسبة لنا . سين بالنسبة لنا 800 كما تعطى لنا 8 ناقص سين شه تح et 5 فبالنسبة لنا 80 ناقص 75 النسبة لنا 5 قرب1 و هذه الثانية استخدم قانون العلامة المعيارية لإيجاد العلامة المعيارية لكل علامة معطين إياها في السؤال فصف عنا القانون هو عبارة عن تطبيق مباشر للحل لو أجينا شفنا كيف في المثال الثاني بدنا نستخدم القانون والمعلومات اللي معطينا إياها لإيجاد الحل بداية في المسألة رقم اثنين هو معطينا إذا كان الوسط لعلامات طلاب صف في اختبار الرياضيات ثمانية معطينا الوسط الوسط اللي مقصود فيه الوسط الحسابي فبالنسبي لي هاي بتمثلي سين بار أو سين شحطة الوسط الحسابي بحكي لنا قيمته ثمانين هاي سين شحطة قيمته ثمانين هاي ثابت بالنسبة لنا في السؤال بحكي لنا الانحراف المعياري أربعة إحنا الانحراف المعياري رمزناه لو بالرمز عين فبالنسبي لي عين بتساوي أربعة هسا بحكي لنا بده ألف العلامة التي تنحرف فوق الوسط انحرافين معياريين لما تكون صيغة السؤال اللي طالبوا مننا بهاي الطريقة هي بتمثلي قيمة زين فباجي بحكي زين بتساوي العلامة التي تنحرب فوق الوسط انحرافين معياريين يعني هو معطيني قيمة زين زين بقول انحرافين معياريين معناته قيمتها اثنين هون معطيني فوق الوسط هاي كلمة فوق الوسط وروح نشوف الفرعبه كلمة تحت الوسط لها معنى معنى فوق الوسط معناته زين قيمتها موجبة لو اجينا اطلعنا على المثال الاول انها جوالت حتى الزين , قيمتها سالبة , سفر , واسم感ف loc قيمة سين , المطلوب من إيجادةienna لدك أنها العلامة الأصلية اعجد'd'و العلامة الأصلية أو العلامة الفعلية قد تساوي في إستخدام القانون السين سين يجب أن أجده معها ناقص سين فتحة على عين فنحكي زين يقيمته 2 يقيمته سين ناقص الوسط الحسابي يقيمته 80 عين يقيمته 4 عملية الضرب التبادري 2 ضرب 4 الجواب 8 يقيمه سين ناقص 80 زائد 80 زائد 80 تطلع عندنا قيمة سين وتساوي 8 زائد 80 ثمانية وثمانين فبالنسبة أن العلامة التي تنحرف فوق الوسط انحرافين معياريين هي العلامة التي تقدرها 88 نأتي على فرعباء بحكي لنا العلامة التي تنحرف تحت الوسط الحسابي نصف علامة معيارية قلنا هذا السؤال بهاي الصيغة معناه هو ما أعطيني قيمة زين بقول لي نص علامة معيارية هاي نص طب أنا بظل علي بس تحديد الإشارة بما إنها تحت الوسط معناته إشارتها سالبة وسين شحطة اللي هي المتوسط الحسابي من السؤال معطيني اياها 80 عين معطيني اياها بالسؤال اللي هو انحراف المعياري قيمته 4 بتبقى علينا إيجاد العلامة هي العلامة اللي بتنحرف تحت الوسط الحسابي نصف علامة معيارية فمنطبق القانون زين بتساوي هاي سين ناقص سين شحطة على عين زين زين ما حكينا قيمتها سالب نص تساوي سين ناقص المتوسط الحساب بالنسبة إلينا 80 على عين اللي هو بالنسبة إلينا قيمتها 4 عملية الضرب التبادلي 4 ضرب نص الجواب 2 وعندي إشارة سالبة بتساوي سين ناقص 80 هاي عنا سالب 2 بتساوي سين ناقص 80 زائد 80 للطرفين فبالنسبة إلينا قيمة سين وتساوي سالب 2 زائد 80 اللي هي بالنسبة إلينا 78 معناته العلامة اللي بتنحرف تحت الوسط الحسابي نصف علامة معيارية هي العلامة 78 وسبعين نيجي على سؤال رقم ثلاث بنفس الفكرة السؤال الصابق بحكينا إذا علمت أن المتوسط الحسابي لأطوال طالبات إحدى المدارس 160 سانتي قلنا كلمة متوسط حسابي معناها سين شحطة أو سين بار قيمتها 160 هاي معطينا ياه في السؤال وجاهزة بحكينا لانحراف المعياري للطول قيمته 4 معناته هاي عين بساوي 4 بحكينا الطول الذي ينحرف فوق المتوسط الحسابي ثلاث انحرافات معيارية بالنسبة إننا قلنا معنى هذا النص الطول أو العلامة أو شو مكان طالب الذي ينحرف فوق المتوسط الحسابي ثلاث انحرافات معيارية بالنسبة إنها هاي بتمثل قيمة زين بقولي ثلاث انحرافات معيارية معناته زين قيمته 3 بتبقى علينا تحديد الإشارة بما إنه فوق المتوسط الحسابي إشارته موتبة بتبقى علينا استخدام القانون لإيجاد الطول فبنيجي بنحكي زين بتساوي سين ناقص سين شحطة على عين زين قيمتها ثلاث بالنسبة إنها وتساوي سين مجهولة بدأ وجدها ناقص سين شحطة المتوسط الحسابي 160 على عين اللي هو بالنسبة إنها قيمته 4 عملية الضرب التبادلي ثلاث ضرب 4 تعطينا 12 بتساوي سين ناقص 160 زائد 160 للطرفين تطلع لنا قيمة سين وتساوي 12 زائد 160 172 معناته 172 هو عبارة عن الطول الذي ينحرف فوق المتوسط الحسابي ثلاث انحرافات معيارية نكمل السؤال الثالث في رعباء بحكي لنا الطول الذي ينحرف تحت المتوسط انحرافين معياريين وربع انحراف معياري بداية هاي معناها هاي زين بتساوي زي ما حكينا لما يعطينا معلومة بهاي الصورة طول أو علامة أو شو مكان المطلوب اللي بينحرف تحت أو فوق المتوسط الحسابي انحرافين معياريين معناته اثنين وبقول لي وربع انحراف معياري معناته اثنين وهاي جنبها ربع هاي عشان أقدر أبصتها بدأ حولها لصورة كسر فباجي بحكي اثنين ضرب اربعة والجواب بجمع له واحد فقيمة زين بالنسبة انها راح تكون بتساوي اثنين ضرب اربعة هي عبارة عن ثمانية زائد واحد قيمتها تسعة على المقام يبقى كما هو هاي زين بالنسبة لتسعة على اربعة بتبقى فقط تحديد الاشارة بما انها تحت المتوسط بدنا نحط اشارة سالبة وإحنا زي ما حكينا بالسؤال الثالث سين او سين شحطة المتوسط الحسابي قيمته مئة وستين عين بالنسبة انها بتساوي اربعة هسا بدنا نوجد الطول اللي بنحرف تحت المتوسط انحرافين معياريين وربع انحراف معياري بداية باستخدام قانون الانحراف المعياري زين بساوي سين ناقص سين شحطة على عين زين ماعطينا اياها سالب تسعة على اربعة بتساوي سين اللي هي بدنا نوجدها ناقص سين شحطة المتوسط الحسابي مئة وستين على عين اللي هي بساوي اربعة زي ما أخذنا في دروس سابقة من المهارات في الحل كسرين بناتهم إشارة مساواة إما بقدر أختصر البسط مع البسط أو المقام مع المقام حسب وين عندي أنا حدود متشابهة هون بالنسبة لنا المقام هو نفسه فبقدر أختصر الأربعة مع الأربعة وبقدر أعمل عملية الضرب التبادلي لكن هاي بتعطيني اختصار لخطوات الحل فبتبقى عنا من هون سالب 9 بتساوي سين ناقص 160 زائد 160 للطرفين سين بالنسبة لنا بتساوي سالب 9 زائد 160 عبارة عن 151 معناته الطول اللي بنحرف تحت المتوسط انحرافين معياريين وربع انحراف معياري هو الطول المية وواحد وخمسين سانتي متر نيجي على سؤال أربعة بحكيمة إذا كان الوسط الحسابي لعلامات الفرع الأدبي في الرياضيات 70 انحراف معياري إلها ثمانية الوسط الحسابي للفرع العلمي معناته مجزئة لعندي فرع أدبي وفرع علمي نشوف كيف ده نحل هاي عندي الأدبي وهاي بالنسبة لنا العلمي امتحان الرياضيات الوسط الحسابي للفرع الأدبي قيمته 70 فبالنسبة لنا سين بار أو سين شحطة شو بتساوي بالنسبة إليه؟ سبعين بيجي بحكي لنا انحراف المعياري أيضا ثمانية معناته عين بتساوي ثمانية هاي المعلومات اللي معطينا إياها عن الفرع الأدبي عن علامة الرياضيات في الفرع الأدبي بيحكي لنا الوسط الحسابي للفرع العلمي 75 معناته سين شحطة أو سين بار بتساوي 75 انحراف معياري قيمته 5 عين بالنسبة إليه 5 هاي أنا هيك حددت الفرع الأدبي بالنسبة لنا متوسط الحسابي لعلامة امتحان الرياضيات وانحراف المعياري وكذلك الأمر بالنسبة للفرع العلمي نشوف شو طالب بيحكي لنا كانت علامة أحد الطلاب في الفرع الأدبي 64 معناته بالفرع الأدبي العلامة زي ما حكينا اللي هي بتمثلي سين قيمتها 64 وقلوا علامة أحد الطلاب في الفرع العلمي 65 هاي سين في الفرع العلمي 65 بيحكي لأي العلامتين أفضل عشان نعرف أي العلامتين أفضل أول إشي بدنا نعمله إيجاد زين اللي هي بالنسبة إلينا العلامة المعيارية فبنجي منحكي على الفرع الأدبي زين الأدبي وتساوي سين ناقص سين بار على عين سين بالنسبة إلينا 64 ناقص سبعين على ثمانية 64 ناقص سبعين اللي هي بالنسبة إلينا سالب 6 على ثمانية فيه إختصارات هاي الثمانية بقسمها على اثنين بتوقع عندي أربعة الستة بقسمها على اثنين بتوقع عندي ثلاث فزين للأدبي بالنسبة إلينا سالب ثلاث على أربعة ولو قسمنا الثلاث على الأربعة هي نفسها السالب 75 بالمئة هيك أوجدنا زين للأدبي نشوف زين للعلمي بتساوي سين ناقص سين بار على عين سين اللي هي العلامة اللي قالنا بالسؤال علامة الطالب في فرع العلمي 65 ناقص المتوسط الحسابي 75 على عين لهم 5 65 ناقص 75 سالب 10 على 5 فزين العلمي طلع معي الجواب قيمته 10 على 5 2 وعندي إشارة سالبة فالجواب سالب 2 طلعنا زين للأدبي وزين للعلمي لكن بالسؤال ليش طالب مني العلامة المعيّرية óst اي المتوسط أorry عن العلمتين المبكس أع问 العالمة المعيّرية لطالب الأدبي 75 لطالب العلمي ثاني الأدبي أكيد العلامة المعيّرية لطالب الأدبي سأتتت عدو علامة الطالب الأدبي أفضل من العلم ليش لأن العلامة المعيارية بالنسبة لي لطالب الأدبي كانت أكبر من العلامة المعيارية لطالب العلمي وهيك إحنا عرفنا أي العلامتين أفضل لو أجينا شوفنا في سؤال رقم 5 بحكينا إذا كانت علامة أحمد في مبحث اللغة العربية 80 مبحث اللغة الإنجليزية 70 كان الوسط الحسابي لعلامة اللغة العربية 68 انحراف معياري 8 الوسط الحسابي للغة الانجليزية 50 انحراف معيارة 10 بيقولي في اي المبحثين كان تحصيل احمد افضل زي ما حكينا عشان نعرف في اي المبحثين كان تحصيل احمد افضل بدنا نوجد العلامة المعيرية وبعد ما نوجد العلامة المعيرية العلامة الاكبر هي بتكون تحصيل فيها افضل فبنيجي منحك مبدئيا هم يعطينا في السؤال اللغة العربية والانجليزية هاي بالنسبة لنا اللغة العربية هاي هون بالنسبة لنا اللغة الانجليزية هون بيحكي لنا علامة الطالب في مبحث اللغة العربية 80 يعني سين بتساوي 80 وفي مبحث اللغة الانجليزية 70 هاي سين بتساوي 70 في اللغة الانجليزية بيحكي لنا الوسط الحسابي للغة العربية 68 الوسط الحسابي زي ما تألمنا منرمز له بالرمز Cine bar أو Cine شخطة قيمته 68 للغة العربية والانحراف المعياري 8 انحراف المعياري 8 هاي بساوي 8 بحكي لنا الوسط الحسابي لعلامات اللغة الإنجليزية 50 هاي Cine bar بتساوي 50 انحراف المعياري 10 عين بالنسبة إلي 10 هاي خلصنا ظل علينا نعرف في أي المبحثين كان تحصيل أحمد أفضل زي ما حكينا بنوجد زين للغة العربية وزين للغة الإنجليزية واللي قيمتها أكبر هي بيكون تحصيل أحمد فيها أفضل فبنيجي من النسبة إلينا زين في اللغة العربية هي عبارة عن Cine bar على عين وتساوي Cine قيمتها 80 ناقص 68 على 8 بنجي منحكي 80 ناقص 68 الجواب بالنسبة إلينا 12 على 8 هاي زين في اللغة العربية 12 على 8 اللي هو عبارة بقدر أختصر على أربعة بتبقى عندي اثنين على أربعة بتبقى عندي ثلاث فهو الجواب ثلاث على اثنين اللي قيمته واحد ونص هاي العلامة المعيارية للغة العربية يلا نشوف العلامة المعيارية للغة الإنجليزية زين إنجليزية وتساوي Cine ناقص Cine bar على عين وتساوي Cine بالنسبة إلينا 70 ناقص متوسط الحساب زي ما حكينا قيمته 50 على عين اللي هي عبارة عن العشرة فاللغة الإنجليزية زين إلها بتساوي العلامة المعيارية 70 ناقص 50 20 على 10 بختصر سفر مع سفر إلها الجواب بالنسبة إلي 2 في اللغة الإنجليزية باجي بحكي أنول أكبر الاثنين ولا الواحد ونص أكيد الاثنين أكبر من الواحد ونص فبالنسبة إنا تحصيل أحمد في اللغة الإنجليزية أفضل ليش تحصيل أحمد في اللغة الإنجليزية أفضل؟ لأن علامة المعيارية للغة الإنجليزية كانت أعلى من علامة المعيارية للغة العربية وهكذا نحن نستطيع أن نحل هذا السؤال نأتي هنا على سؤال رقم 6 يقولنا إذا كانت المشاهدة ثمانية وهو مقصود في مشاهدة علامة طول ما كانت هي تمثل لي سين هذه سين بالنسبة إلي ثمانية يقول لي تقابل العلامة المعيارية 2 العلامة المعيارية زي ما حكينا بنرمزلها بالرمز زين هاي زين بتساوي 2 وسين بالنسبة إلي ثمانية نكمل السؤال يقولنا إنحراف المعياري 2 إنحراف المعياري عين هاي بساوي 2 جد المتوسط الحسابي يعني بده نوجد له سين شحطة هاي بالنسبة إلينا مجهولة باستخدام قانون العلامة المعيارية زين بساوي سين ناقص سين شحطة على عين زين قيمتها بالنسبة إلي 2 بتساوي العلامة اللي هي سين أو المشاهدة أو شو ما كانت في قيمتها ثمانية ناقص سين بار على عين بالنسبة إلي 2 نعمل عملية التبادل 2 ضرب 2 قيمته 4 بتساوي 8 ناقص سين شحطة هاي ناقص 8 للطرفين فصار عنا 4 ناقص 8 سالب 4 بتساوي سالب سين بار قسمة الطرفين على سالب عشان نوجد له سين بار أو سين شحطة بالنسبة إلي سالب 4 سالب 1 قيمتها 4 فالمتوسط الحسابي بالنسبة إنه هون قيمته عبارة عن الأرفع نيجي على سؤال رقم سبعة بحكينا في جدول توزيع تكراري إذا كانت العلامة الفعلية 68 حكينا علامة فعلية مشاهدة علامة أصلية هذا كله بيمثلي قيمة سين هاي 68 تقابل العلامة المعيارية نص يعني زين قيمته نص يا بك خليها 5 بالعشرة أو بكتبها 1 على 2 اللي هي النص وكان الوسط الحسابي 65 الوسط الحسابي هاي سين بار بتساوي 65 جد الإنحراف المعياري زي ما حكينا الإنحراف المعياري من المزل بالرمز عين وزي ما حكينا في بداية درسنا القانون في أربع مجاهيل بعطينا ثلاث وبطلب الرابع فلو جعلنا حكينا زين بتساوي سين ناقص سين فتحة على عين زين بالنسبة لقيمتها نص هاي نص بتساوي سين اللي هي 68 ناقص 65 على عين هاي نص بتساوي 68 ناقص 65 هاي ثلاث على عين عملية ضرب تبادلي واحد ضرب عين بالنسبة لنا عين وتساوي اثنين ضرب ثلاث ستة معناته الانحراف المعياري بالنسبة لنا قيمته كانت ستة ناقص هون على الفكرة الثانية والأخيرة في درسنا اللي هو العلامة المعيارية بقلنا في عندي قانون بستخدمه لما تكون عين بالنسبة لي مجهولة مين هي عين زي ما حكينا اللي هي بتمثل الانحراف المعياري طبعنا لما يكون الانحراف المعياري بالنسبة لي مجهول كيف بدي أوجده بحكي لي عين بساوي التغير في سين على التغير في زين سين اللي هي بالنسبة لي المشاهدات حكينا سين شحطة سين الفقية شحطة بتمثلي متوسط حسابي وفي فرق بين الثنتين يلا دلتا سين اللي عبارة عن سين واحد ناقص سين اثنين دلتا زين زين واحد ناقص زين اثنين زي ما حكينا الفرق بين العلامات أو المشاهدات على الفرق بين العلامة المعيارية نيجي نشوف كيف بنا نستخدم هذا القانون في حل الأمثلة لو طلعنا على المثال الأول بحكينا إذا كان الفرق بين علامتي طالبين في الصف نفسه أربعة إيش عن الفرق بين علامتي طالبين يعني عندي العلامة الأولى ناقص العلامة الثانية بتساوي أربعة هيك معنى الفرق بين علامتي طالبين بحكي للفرق بين علامتهما المعياريتين قيمته نص معناته زين واحد ناقص زين اثنين بتساوي نص هاي بتمثلي الفرق بين العلامات المعيارية يقول لي جدء الانحراف المعياري يعني اوجد لي عين فنستخدم قانون عين هو عبارة عن دلتا سين على دلتا زين وتساوي سين واحد ناقص سين اثنين على زين واحد ناقص زين اثنين هون بالنسبة ان ما اعطينا الفرق جاهز يعني سين واحد ناقص سين اثنين هي جاهز قيمتها اربعة زين واحد ناقص زين اثنين جاهز قيمتها نص دائما لما يكون عندنا عدد صحيح تقسيم كسر هذا الكسر بأخذ مقامه ونرفعه فبتصير عندنا مقام المقام بسط وبتصير حاصل ضرب فبالنسبة انها بتصير اربعة ضرب اثنين الجواب بالنسبة انها ثمانية وهيك احنا قدرنا نوجد قيمة عيني اللي هو بيمثلي الانحراف المعياري في هذا السؤال لو اجينا على السؤال الثاني بفكرة ثانية بيحكيلي اذا كانت علامتي طالبين في الصف نفسه ثمانين وخمس وسبعين العلامات المعيارية المناظرة لها واحد ونص ايش معناته؟ معناته اذا الثمانين كانت بالنسبة لي سين واحد الواحد بالنسبة لي زين واحد لانه العلامات المعيارية المناظرة لها العلامة الاولى بتمثلي العلامة المعيارية الاولى يعني سين واحد ثمانين زين واحد على طول ده تكون الاولى بالنسبة انها اللي هي قيمتها واحد سين اثنين هون خمس وسبعين بالنسبة انها فراح يكون بالنسبة لي نصه عبارة عن زين اثنين على الترتيب طبعا معطينا جد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعلامات الصف بداية احنا عنا قانون اوجد من خلاله الانحراف المعياري فبنيجي بنحكي سين واحد بالنسبة لي ثمانين زين واحد قيمتها واحد يلا سين اثنين قيمتها خمس وسبعين زين اثنين قيمتها نص فبنيجي بنحكي قانون عين دلتا سين على دلتا زين اللي هو بالنسبة لنا سين واحد ناقص سين اثنين على زين واحد ناقص زين اثنان سين واحد ثمانين ناقص خمس وسبعين على زين واحد واحد ناقص زين اثنان قيمته نص فبيصير عنا قيمة عين بتساوي ثمانين ناقص خمس وسبعين ليه بالنسبة لنا خمسة واحد ناقص نص هي عبارة عن نص هون زي ما حكينا مقام المقام بسط فبالنسبة لنا عين تساوي خمسة ضرب اثنان عشرة هيك احنا بالنسبة لنا اوجدنا قيمة عين أوجدنا الانحراف المعياري بتبقى علينا عشان نكمن حل السؤال إيجاد الوسط الحسابي طبعا أنا بدأ أوجد الوسط الحسابي في عندي طريقتين أي طريقة أستخدم أخذ العلام الأولى والعلام المعيارية الأولى إلها ولا أخذ العلام الثاني والعلام المعيارية الثانية رح نشوف إنه إحنا رح نحله بحالتين رح نشوف إنه بالنهاية رح يعطينا نفس الجواب يعني لو حكينا زين واحد بتساوي سين واحد ناقص المتوسط الحسابي باستخدام قانون العلام المعيارية على عين زين واحد بالنسبة لنا قيمته واحد هاي بتساوي سين واحد ثمانين ناقص المتوسط الحسابي اللي إحنا بدنا نوجده على عين اللي أوجدنا قيمته عشرة ضرب تبادلي بصير عندنا ثمانين ناقص سين شحطة بتساوي عشرة ناقص ثمانين للطرفين بالنسبة لنا سين شحطة وتساوي سبعين هاي أوجدنا المتوسط الحسابي وطلع معي قيمته 70 طب لو استخدمنا العلامة الثانية اللي هي سين 2 والعلامة المعيارية الثانية نص رح يختلف الجواب أكيد لا نشوف كيف لو جينا حكينا زين 2 بتساوي سين ناقص سين 2 ناقص سين بار أو سين شحطة اللي هي بتمثلي الوسط الحسابي على عين زين 2 اللي هي بتمثلي نص وتساوي سين 2 75 ناقص سين فتحة على عين اللي هو قيمته 10 بعملية الضرب التبادري باجي بحكي نص ضرب عشرة الجواب خمسة بتساوي 75 ناقص سين بار ناقص 75 للطرفين بيصير عنا 5 ناقص 75 سالب 70 بتساوي سالب سين شحطة قسمتنا للطرفين على سالب 1 المتوسط الحسابي بالنسبة لي قيمته 70 انا مش متطرف الامتحان اذا اجتني سؤالي بهاي الصيغة احلله بالطريقتين انا بامكاني احل بطريقة واحدة فيهم احنا حلينا بطريقتين لاثبات انو الوسط الحسابي ما رح يختلف سواء اخذنا العلام الاولى او المشاهد الاولى مع العلامة المعيارية الها او اخذنا العلامة الثانية مع العلامة المعيارية الثانية الها وهيك احنا منكون حلينا السؤال رقم اثنين اوجدنا له وسط حسابي وانحراف معياري نيجي على السؤال رقم ثلاث بحكينا صف مكون من عشرين طالب كانت علامات الطلاب احمد ومحمد وعبد الله علامة احمد تسعين محمد علامته ثمانين عبد الله علامته مجهولة معطيني يا هسي بقولي العلامات المعيارية العلامة المعيارية زي ما حكينا هي عبارة عن زين معناته هاي العلامة الاولى لا احمد الثانية لا محمد الثالثة لا عبد الله بحكيلي جد قيمة سين بداية عشان اوجد له قيمة سين اللي هي علامة عبد الله لازم يكون عندي شغلتين جدا مهمات لازم اوجد دعين اللي هو بيمثلي الانحراف المعياري وزي ما حكينا بنوجده باستخدام القانون ولازم اوجد المتوسط الحسابي وهو سين بار وهو بالنسبة لنا المتوسط الحسابي نشوف كيف بدنا نوجد انحراف معياري متوسط حسابي عشان اقدر اوجد علامة الطالب عبدالله اللي هي بالنسبة لنا سين لو اجينا استخدمنا قانون الانحراف المعياري لما يكون او قانون اللي بنستخدمه في حالة وجود الانحراف المعياري كان عندي مجهول اللي هو بحكي لنا عين بتساوي دلتا سين على دلتا زين اللي هو عبارة عن سين واحد ناقص سين اثنين على زين واحد ناقص زين اثنين انا بدي اوخذ علامتين معي قيمهم وبالنسبة لنا علاماتهم المعيارية معروفة ما رح اوخذ سين لانها مجهولة ما رح تفيدني في الحل فباجي بحكي لو اخذت علامة الطالب احمد ومحمد هاي احمد ومحمد علامة احمد كانت اللي بتمثلي سين واحد قيمتها تسعين علامة محمد اللي بالنسبة لنا سين اثنين بتساوي ثمانين يلا العلامات المعيرية اللي هي بالنسبة إلي زين زين واحد لأحمد اللي هي قيمتها ثلاث زين اثنين اللي هي بالنسبة إلينا بتساوي سالب واحد نستخدم القانون لإيجاد قيمة عين عين بساوي سين واحد ناقص سين اثنين على زين واحد ناقص زين اثنين سين واحد تسعين ناقص ثمانين على ثلاث اللي هي زين واحد ناقص من القانون زين اثنين قيمتها سالب واحد يجب أن يكون العلام المعياري الثاني لمحمد 2 يوجد السالب 1 لعبد الله وعلامته مجهولة لا نخذها فبالنسبة لنفصل هذي أهم مطلوبين يجب أن يوجد المعياري عشرة احسابي ا heartbeat 1 reason for training او쳐 اسم ايه ستطور aklahmed احسابه و من ثم条 علي气 احساب و سبيل و عنديinski علامته سين كنت 60 ان players علامته المعيارية سين كان قيمةها 3 انحراف المعياري اوجدنا قيمته 10 لهذا كيفaa بسtype complicati استعمق قانون علامة معيارية فسبح سين O ب Perhaps الحسابي على عين زين قيمته 3 بتساوي سين 90 ناقص سين بار على عين اللي اوجدناها 10 بالضرب التبادلي 3 ضرب 10 30 بتساوي 90 ناقص سين بار ناقص 90 للطرفين 30 ناقص 90 سالب 60 بتساوي سالب سين بار على سالب 1 فبالنسبة ان المتوسط الحسابي بساوي 60 هيك احنا اوجدنا اهم مطلوبين بالسؤال اوجدنا انحراف معياري وقيمته 10 اوجدنا متوسط حسابي وقيمته كانت بالنسبة الي 60 هاي الانحراف المعياري والمتوسط الحسابي بقدر استخدمهم للثلاث طلاب انا بدي اوجد قيمة سين سين بتمثلي علامة عبدالله باجي بحكي هاي سين لعبدالله انا هاي بالنسبة الي بدي اوجدها طب علامته المعيارية زين لعبدالله قدياش قيمتها معطينا إياها بالسؤال انها سالب 1 نستخدم قانون العلامة المعيارية فأجي بحكي زين بتساوي سين ناقص سين بار اللي هو المتوسط الحسابي على عين زين لعب دلله قيمته سالب 1 علامته بدنا نوجدها ناقص متوسط الحسابي للعلامات 60 على الانحراف المعياري 10 ضرب التبادلي سالب 1 ضرب 10 سالب 10 بتساوي سين ناقص 60 زائد ستين للطرفين فبالنسبة لنا قيمة سين تساوي خمسين معناته بالنسبة لنا قيمة سين خمسين من هي سين هي علامة الطالب عبد الله ونحن نستطيع أن نحل هذا السؤال نحل السؤال رقم أربعة يقولنا إذا كانت العلامات المعيارية للطلاب أحمد وعمر وعلي هي واحد ونص سالب واحد سالب اثنين على الترتيب هذا يعني أنه عندي أنا عندي الطالب أحمد عندي الطالب عمر وعندي الطالب علي زين العلامة المعيارية اللي هي بيت أنه رمزنا لها بالرمز زين لأحمد بالنسبة لنا واحد ونص لأنه حكينا على الترتيب عمر علامة المعيارية سالب واحد علي علامة المعيارية سالب اثنين نكمل بحكينا كان الوسط الحسابي سبعين الوسط الحسابي رمزنا له بالرمز سين بار أو سين شحطة قيمته سبعين بحكيلي الفرق بين علامة أحمد وعمر بساوي عشرة ايش يعني الفرق بين علامة أحمد وعمر بساوي عشرة معناته سين أحمد ناقص سين عمر بتساوي عشرة هاي المعلومة هسا بنحكي السبب اعطائنا هاي المعلومة اللي هي العلامة او الفرق بين علامة أحمد وعلامة عمر بساوي عشرة بحكي لنا ما العلامات الفعلية للطلب الثلاث وزي ما حكينا العلامة الفعلية بنرمزلها بالرمز سين ننشوف كل طالب قديش كانت علامته الفعلية بداية عشان انا اقدر استخدم قانون العلامة المعيارية لازم يكون موجود عندنا الانحراف المعياري بهذا السؤال مش معطينا انحراف معياري فانا بدي اوجد عين زي ما اخذنا في القانون هو عبارة عن دلتا سين على دلتا زين وتساوي سين واحد ناقص سين اثنين على زين واحد ناقص زين اثنين بالنسبة انه هون مش معطينا علامات فعلية للطلاب هو ايش معطيني معطيني الفرق بين علامة احمد و علامة عمر فباجي بحكي سين احمد ناقص سين عمر على بدل زين واحد هتصير زين احمد ناقص زين عمر يلا الفرق بين علامة احمد و عمر معطينا ايا قيمته عشرة على بالنسبة لي زين احمد هاي احمد هاي واحد ونص ناقص زين عمر اللي هي قيمتها سالب واحد فبصير بالنسبة إنا قيمة عين بتساوي نجي بنحكي عين بتساوي عشرة على واحد ونص ناقص ناقص متتاليات صاروا جمع واحد ونص زائد واحد يعبارة عن اثنين ونص العشرة لما أقسمها على اثنين ونص بطلع الجواب بالنسبة إلي أربعة فصارت بالنسبة إنا قيمة عين بتساوي أربعة هس أنا هون ظل علي أوجد العلامات الفعلية للطلب الثلاث يعني كل طالب ده وجد لسين نشوف كيف بالنسبة إنا زي ما حكينا عنا الطالب أحمد وعنا الطالب عمر وعنا الطالب علي أنا الطالب أحمد معطيني في السؤال أنه علامته المعيارية أو علامته المعيارية اللي هي بالنسبة إنا زين بتساوي واحد ونص وعمر بتساوي سالب واحد علي بالنسبة إلي زين بتساوي سالب اثنين إحنا معطينا بالسؤال إنه الوسط الحسابي قيمته سبعين وإحنا أوجدنا الانحراف المعياري اللي هو بمثلنا عين أوجدناه وطلعت قيمته أربعة هسا بظل علي أحسب العلامات الفعلية للطلبة الثلاث كل طالب بدأ أوجد له العلامة الفعلية فباجي باستخدم قانون العلامة المعيارية اللي هو بالنسبة إنا زين بتساوي سين ناقص سين شحطة على عين زي ما حكينا سين العلامة الفعلية فأنا بدأ أوجد له قيمة سين نحن نحكي زين لأحمد اللي هي واحد ونص هاي واحد ونص بتساوي سين ناقص سين شحطة لقييمتها سبعين على عين اللي هي بالنسبة إنا أربعة ضرب التبادلي بتصير عندي سين ناقص سبعين بتساوي واحد ونص ضرب أربعة هي عبارة عن ستة زائد سبعين للطرفين فسين بالنسبة إلي ستة وسبعين هاي سين مين بيتمثلي علامة أحمد الفعلية هاي أنا أوجدت أول علامة فعلية للطالب أحمد هس أننا نوجدها لعمر نيجي بنحكي زين بتساوي سين ناقص سين بار أو سين شحطة للمتوسط الحسابي على عين وتساوي علامة أو العلامة المعيارية لعمر قيمتها سالب واحد هيتساوي سين ناقص المتوسط الحسابي هو نفسه قيمته سبعين معطينا إياه في السؤال على الانحراف المعياري اللي هو بالنسبة إنا أربعة بالضرب التبادري بتصير عندي سين ناقص سبعين بتساوي سالب واحد ضرب أربعة سالب أربعة زائد سبعين للطرفين سين قيمتها ستة وستين هاي بتعني انه علامة عمر الفعلية علامة عمر الفعلية اللي هي ستة وستين ظل علينا إيجاد علامة علي الفعلية باستخدام القانون زين بساوي سين ناقص سين بار على عين زين اللي هي السالب اثنين سين ناقص سبعين بالنسبة للمتوسط الحسابي انحراف معياري قيمته أربعة اللي هو عين ضرب التبادري سالب اثنين ضرب أربعة هاي بعطينا سالب ثمانية بتساوي سين ناقص سبعين زائد سبعين للطرفين فسين بالنسبة لي سالب ثمانية زائد سبعين هي عبارة عن اثنين وستين وهاي بتمثلنا علامة علي الفعلية وهيك أنا قدرت أوجد له علامة العلامات الفعلية للطلبة الثلاث أوجدنا لهم العلامات الفعلية وهي كيف نستطيع أن نحل هذا السؤال يتبقى علينا آخر فكرة آخر سؤال في درس الانحراف المعياري اللي هو سؤال رقم 5 يقولنا في سؤال رقم 5 إذا كان الوسط الحسابي لأعمار مجموعة من الأشخاص 45 بداية وسط حسابي زي ما حكينا من رمز له بالرمز هاي سين بار كم يساوي 45 معطيني انحراف معياري قلنا هاي بتمثل العين بتساوي 4 بقول للعمر الذي ينحرف انحرافين معياريين فوق الوسط الحسابي قلنا هاي الجملة بس أشوفها في السؤال بتمثل لي زين هاي فرع الف بفرع الف معطيني قيمة زين انحرافين معياريين معناته قيمته اثنين زي ما حكينا فوق الوسط هذا بحدد للإشارة الإشارة بالنسبة لموجبة هنا ضل علي إيجاد العمر يعني إيجاد قيمة سين نشوف كيف بالنسبة لنا القانون زين بساوي سين ناقص سين بار على عين زين معطينا اياه اثنين بتساوي سين ناقص المتوسط الحسابي 45 على عين اللي هي اربعة الضرب التبادلي سين ناقص 45 بتساوي 2 ضرب 4 8 زائد 45 للطرفين بالنسبة لسين بتساوي 53 معناته 53 هو عبارة عن العمر الذي ينحرف انحرافين معياريين فوق الوسط الحسابي هايك معناتها سين بتساوي 53 نيجي على المطلوب بفرعبه بحكي لنا إذا كان فرق بين عمري شخصين من مجموعة نفسه عشر عنوان ما يعني الفرق بين عمري شخصين يعني سين واحد ناقص سين اثنين بتساوي عشرة بحكي لي فما الفرق بين العلامتين المعياريتين المناظرتين لهذين العمرين الفرق بين العلامات المعيارية معناته زين واحد ناقص زين اثنين هذا اللي طالب مني أوجده بالسؤال طبعا عشان أقدر أوجد زين واحد ناقص زين اثنين بدي استخدم القانون العين عين بيقول لي سين واحد ناقص سين اثنين على زين واحد ناقص زين اثنين عين بالنسبة لنا قيمتها عشرة سين واحد عين بالنسبة لنا قيمتها اربعة سين واحد ناقص سين اثنين عشرة على زين واحد ناقص زين اثنين بالضرب التبادلي بتصير عندي اربعة بفتح قسان زين واحد ناقص زين اثنين هي بتساوي واحد ضرب عشرة قسمة الطرفين على اربعة معناته زين واحد ناقص زين اثنين بتساوي عشرة على اربعة هاي العشرة على اربعة بتمثلي الفرق بين العلامتين المعياريتين المناظرتين لهذاين العمرين يعني زين واحد ناقص زين اثنين زي ما حكينا بالنسبة اننا بتكون هاي اخر فكرة موجودة معنا في درس الانحراف العلامة المعيارية السؤال هذا هو عبارة عن سؤال وزارة اسئلة سنوات وهذا سؤال بالنسبة اننا كثير مهم كيف انحله وهيك احنا منكون ان هنا درس العلامة المعيارية ويعطيكو الف عافية